ماروان نعرفه نحن على الأقل قانونيا إذا كان ناخذ الجانب القانوني متناجم تتوجه لهم كان ما يستكمل المسار القضائي في الداخل صحيح هذا المفروض تصير بالطريقة هذية لكن يظهر لي شاطر تماما رأي خليفة في المسألة من ناحية وأنه هي عملية إعلامية وعملية صداء أكثر منه بحث عن فاعلية حقيقية في المسألة هذية وهذا يرجعني لمعاينة ممكن عملوها حتى في حركة النهضة وحتى في عائلة رشد الغنوشي وأنه عملية إيقاف رشد الغنوشي لم تلقى الزخم أو التجاوب الدولي والإعلامي الأجنبي خاصة المأمول بين ظفرين من هذه العملية تعدات بصفة طبيعية على خاطر نحكيه على رئيس برلمان سابق ونحكيه على رئيس حركة النهضة لكن لم تؤثر كثيرا في المسارات العامة ولم تستجلب ذلك الدعم أو ذلك التنديد الكبير من عدد من البلدان ومن العواصم سواء كانت غربية أو غير غربية من ناحية أخرى إذا كان نحكيه على اللجوء إلى الهيئات من نوع ذلك من نوع المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان على سبيل المثال وتاريخيا سواء كان ذلك في تونس أو حتى في عدد من المناسبات الأخرى ما كان عنده فاعلية كبيرة وتدخل فيها برشا سياسة للمسألة هذه والحكم في المسائل هذه خاصة وأن تونس تحت 25 جوليا كان عندها سجيل مع نفس هذه المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2022 والتي عبرت على نقد لاذع لوضع حقوق الإنسان في تونس وبعض المسائل الأخرى وعلى المستوى الرسمي على الأقل تونس لم تجب حتى بكلمة